قال رئيس عبد الفتاح اسيسي إن الطفرة التي شهدتها وسائل اتصال الحديثة منذ 15 عاما لها تأثير بالإيجاب على الدول المتقدمة وأضف الرئيس في جلسة الذكاء الاصطناعي بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ أنه لا بد لوقفة مع المواقع التي تدعو للإرهاب سواء لطرح الأفكار المتطرفة وتحويل الشباب لقتلة ومخاربين معكدا على أن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمها أجهزة مخابرات لإداء الدول التي تخرج عن الصف وأنا بقول كلام مهم جدا وخطير وما فيش مسؤول يقدر يقول كده لأني بعتبر إنسانيتي أكبر من وظفتي شوفوا نحن تكلمنا مثلا على شبكة التواصل الاجتماعي وتأثيرها وقلنا من خمس سنوات مصر في الأمم المتحدة أن لابد من وضع ضوابط للتعامل مع مواقع التي تدعو إلى الإرهاب سواء كانت لطرح الأفكار المتطرفة أو لتجنيد الشباب البريء وتحويله إلى قتلة ومخاربين طب هل ده أمر أنا بقول لنا كلنا هل ده أمر كان محتاج إن إحنا نطرحه أكتر من مرة وحتى الآن هذا الأمر لم يأخذ بعين الاعتبار أبدا وما زالت الشبكة المتقدمة جدا جدا دي تستخدم بوسطة العناصر الإرهابية في العالم من أجل الترويج لهذا الفكر وتحويل حياة بعض الدول إلى خرب وضمار أين القيام والمبادئ والقوانين التي تحكم هذا التقدم العلم الكبير الذي حدث يبقى فيه نقاش يبقى فيه جدال ممكن يعني أعتقد البعض نحري التعبير أو لكن صدقوني أنا كمسؤول هنا أقدر أفهم كويس أوي ده لصالح أجهزة وأجهزة مخابرة لاستخدامها لإزاء الدول التي تخرج عن الصف لتحليلنا أوفاة تنضم إلينا في الاستوديو السفيرة جايلان علام وساعد وزير الخارجية الأسبق أهلا وسهلا بحضرتك سيادة السفيرة أهلا وسهلا بحضرتك بداية الجلسة الخاصة بالزكاة الاصطناعي كانت أحد أهم الجلسات في منتدى شباب العالم ما تعليق على تلك الجلسة بالإضافة لحديث الرئيس السيسي عن ما يصفهم بمواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو للإرهاب وتحاول من خلال تقويد الشباب أو تحولهم لقتل ومخربين من أجل إيزاء بعض الدول دون المساس بتلك المواقع كيف تصفي هذا الحديث الحقيقة فعلا الجلسة دي مجلسة مهمة جدا واعتقد أن السيد الرئيس تقدم فيها بتشخيص واضح وصريح وشفاف وحازم بالنسبة ليه التبعات بتاعة أسباب أولا هذه الثورة وهذا التقدم وتأثيره على الدول المتقدمة وفي الوقت نفسه تأثيره السلبي بقى واستخدامات السلبية لهذه المواقع بالنسبة للدول اللي هي مش متقدمة أو بتحاول أنها تحدث جانب كبير من التقدم مهمة جدا الحقيقة اللي قالوا ربما نقدر أن نستعرضه بسرعة نبدأ مصر عايزة تبدأ من حيث انتهى الآخرون عايزين توقامة للجامعات المهمة الثورة المعلوماتية والثورة الرقمية مهمة جدا في التعليم وبالتالي جيل جديد من الجامعات اللي مهتمة بهذا الموضوع ستنشأ في العاصمة الإدارية الجديدة ومفتوحة للجميع الشبكات استخدمت ليس فقط للترويج للأفكار المتطرفة والمنحرفة ولكن أيضا لبس الفرقة والإحباط في بعض الدول وإحنا شايفين ده ماشي بسلسلة الحرب النفسية ماشي وبتستخدم فيها وبكل أسف أن ده الاستخدام الأكبر والأعظم في شبكات في الدول اللي هي بتسعى إلى التقدم وبالتالي هنا السيد الرئيسي أعتقد أن من عام 2014 من أول حضور له في الجمعية العامة للأمم المتحدة نادى بالموجود دروري موجود يبقى فيه مفهوم متكامل شبكة متكاملة من الإجراءات لمواجهة هذا النوع من الاستخدام السائق لشبكات التواصل الاجتماعي